أعتقد أن أي مدرب يأخذ الجدو المتاعها ويلقى المنافسة أو المنافسة قدامها مثل الأهلي طرابلس، الأهلي بنغازي، النصر يقول لك أن نطلع بتعادل يأما فوز يأما خسارة لكن بأقل الأضرار ونبني على الجديد تتوقع أن المدينة من هذه الخسارة رح يبني وسيستم نفسها لمشاركة أفريقية؟ والله كل شيء ورد يا مؤيد لأننا في بداية المرحلة السوداسية وكل شيء فيها ورد صبر قشوت بعد استلامه الفريق المدينة كما قلت لك راو قشوت كده عندها قناعات معينة وعندها طريقة لعب معينة تختلف على التلمساني الذي كان قبل ماسك فريق المدينة اليوم نشوف في المدينة قدم براءة تكتكية بحثة اعتمد فريق المدينة على تكتل الدفاع وعلى غلق المساحات سواء في خط الدفاع مع مهنديته في الحالة الدفاعية والربط بين الدفاع والهجوم وخاصة في الكورة تانية والاعتماد على ماتيوس في الأطراف ويحيى زليتني وبكر ديارة في خط الهجوم المدينة اليوم قدم خاصة في الشتاني قدم براءة جيدة من جميع النواحي حاول وقدم التنوع في الكورة سواء يجد لكم من يحيى زليتني أو من ماتيوس أو من تراوري اللي نشوف فيهم قوة ضربة في ديارة يقدموا في مستوى جيدة في التلت الهجوم لفريق المدينة فأعتقد فريق المدينة كانوا مشاء على هالرتم وهالنصخ حي يقدم مستوى جيدة في خلال المراحل اللي جاية من السوداسي طيب ببكر عندك تعقيب لكن خلي نسالك أعتقد أن اليوم لهلي ترابلس بداية تعتبر مهمة ثلاثة نقاط أيضا عنده نقطة تفوق بين عديد الفرق عنده طارق جرايا اللي يعرف تفاصيل الدوري الليبي اليوم هو ثاني سوداسي أيضا تتعامل مع مجموعة من اللاعبين عندهم خبرة ورصيد أيضا في هذا السوداسي وكذلك يعرفوا معنى التتويج حتى لصعيد الطاقم الإداري نتكلموا على عادل بن عيسى نتكلموا عليه صلاح عبودة نتكلموا عليه إدارة الكورة والمرافقين عندهم تجارب تفوق باقي الفرق هل نقدر نقوله أن الأهلي ترابلس رح يعيش مراحل من الضغط ويعرف يتدركها رح يعيش مراحل من الإجهاد والتعب خصوصا في ظل المنافسات والتنقل ولا يقدر تجاوزها ببساطة أكيد يقدر تجاوزها ليش؟ لأن الأهلي بصفة عامة على مستوى الإدارة على مستوى الطاقم الفني عندهم الخبرة وعندهم التجارب التي صارت على مستوى السوداسي يعني كل الفريق الوحيدة لمستوى البلاي أوف اللي مغابش من 20 سنة يعني يشارك وتلعب دوري ليبيا يلعب بالبلاي أوف فالوحيد الفريق الوحيد اللي مغابش فهذا شيء يؤكد أن فريق الأهلي دائما ما ينافس دائما ما يكون له الخبرة والتنفسية الكبيرة يعني مع الفرقة الليبية على مستوى الإدارة دائما مفرد كل شيء يعني زي ما نقوله وحنية جزئيات البسيطة اللي ممكن تأثر في الفريق دائما يحاولوا يبعد عليها الإدارة وبوجود سيد عادل بن عيسى وبوجود صلاح عبودة وبوجود مع أبروك الشمام وعدة أسماء يعني تتداول يعني في فريق الأهلي ولها دور كبير يعني في إراحة الفريق ونفس الشيء طارق جرايا بوجودها يعني على الموسم الثاني عرف شين هي السنبيات اللي في فريق الأهلي وأمام الخصوم وهذا اللي ساعد فريق الأهلي إنه يكون كبداية بداية جيدة يعني طيب